بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد ام يعني ما بعتذر للضعف الجسد وعدم القدرة على الكلام من جانب ومن جانب اخر الحياة في فترة اسبوع الالام مشعور انها ليست فترة للحديث ولا للوعز ولكن هي فترة للجلوس عند قدمين رب المجد يسوع والتأمل في اعماله العجيبة التي حتما حركت كل السماء في دهشة قدام هذا الحب العجيب اللي احبنا به رب المجد يسوع ومن جانب ثالث ايضا يعني اعترف ليكم الاحداث اللي حصلت في اسكندرية وايضا خارج اسكندرية في بعض نفوس كثيرة كلنا بنتألم لها ولكن كثيرون يتساءلون ايه وراء هذه الاحداث من حكمة ربنا وخطة ربنا الفائق نحن نؤمن اولا ان كل الامور تعمل معا للخير ولعلكم تذكرون العبارة يمكن واحد ذكرهاني مبارح في احداث اسكندرية ايام محرم به اكتر مرة قلت يا جماعة ان لم نتب فالاحداث القادمة هتكون امر وتحقق الامر واخشى انها تتكرر مرة اخرى طريق التوبة والرجوع الى الله هو الطريق الوحيد لحل كل مشاكلنا لسنا نتكل على زراع بشر ولا على خطة بشرية ولكن نتكل على رجوعنا اليه لان هو وحده محب البشر هو يبسط يديه علينا فيعطينا من سلامه ويملأ حياتنا بالبركة وبالنعم النهاردة احبائي نعف مدهوشين امام اعمال وكلمات رب المجد يسوع عندما سئل السيد المسيح عن الهيكل مع انه بالامس طهر الهيكل بسلطان مع انه عدد الجنود في الهيكل يقال ليس باقل من خمسمائة جندي ويوجد كانوا قائد مئة وربما اكثر من قائد مئة لحماية الهيكل كان فيه قائد مئة ده في الايام العادية ما اعرفش فيه ايام العيد الفسر هل بيبقى فيه اكثر من قائد غالبا بيكون فيه اكثر من قائد ومع سلطان الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والكهنة ومع هذا وقف يسوع حاملا الصوت ويؤكد كثير من الاباء انه لم يضرب مجرد مسك الصوت فهرب الكل من امامه لدرجة انه بدل الفريسيون يسألون باي سلطان يفعل هذا لا امكانيات بشرية في ايديه ولا مركز بشري في الهيكل بين يديه ومع هذا مجرد وقف يمسك صوت ربما حتة حبل صغيرة الكل هرب من امامه لانه يتكلم ويعمل بسلطان لانه كلمة الله المتجسد بالامس طهر الهيكل من السيارفة وبعت الحمار والنهارده يقول لنا مش ممكن يفضل حجر على حجر الا وينقض يا ربي ايه الموضوع قال الموضوع انه انه لا بد ان ينقض هذا الهيكل لكي ايضا ينقض الهيكل الجسد بتاعي يموت فيقوم فاقدم هيكلا جديدا فائقا ليس من صنع بشر الهيكل الاولاني هيكل من الحجارة وكان بارعا في الجمال وكان موضع اشق اليهود في كل العالم وكان موضع اعجاب الكثيرين حتى غير المؤمنين وكان يعتبر احد اعجائب الدنيا السبع في ذلك الحين النهارده بيقول هنشيل الاعجيب العالم ونجيب اعجوبة السماء انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام ابنيه اتركوا الهيكل اللي من الحجارة وتعالوا خدوا الهيكل بتاعي وانا بسلطان اضعهم وبسلطان ايضا ااخذ نفسي ليس عن ضعف ولا عن مرض ولا عن طبيعة ولا عن شيخوخة زي كل واحد فينا ولكن بارادتي اموت بحبي اموت وبارادتي اقوم لكي اقيمكم معي احبائي مسيحنا في وسط آلامه ما يشغله امر واحد وهو ان يحملني من الطراب ويدخل بي الى السماء ما يحملني ان انا ادخل حتى جوه الكنيسة يقول لي تعال انا هو الطريق تعال ادخل فيه لاني اقدم لي جسدي هيكلا مقدسا تدخل وتستثر فيه وتحمل بري وتحمل قداستي فتحسب بارا ومقدسا ومفديا وايضا ممجدا امام الاب النهاردة اتكلمنا عن امثلة كثيرة يكفيني ان انا امسك الحديث عن مثل العزارة الحكيمات والعزارة الجاهلات في متى 25 من الاصحاح 1 ل 22 يشبه ملكوت السماوات عشرة عزارة اي زعف عند رقم عشر رقم سبعة بيشير الى الكمال لان الانسان هو اكمل الخليقة البشرية اخلق اكمل المخلوقات الارضية هو على صورة الله ومثاله والانسان يحمل الجسد من العالم اربعة اركان العالم والنفس مثال الثالوس القدوس يبع اربعة وثلاثة سبعة فالانسان اجمل خليقة الله على الارض واروع خليقة امام الله وامام السمائين رقم عشرة يشير الى كمال العدد لما يقول رقم عشرة يقصد كل كل شي فهنا لما يقول ملكوت السماوات يشبه ملكوت السماوات عشر عزارة دي ما جدش اعتباطا ولكن حب يقول لنا ان الدعوة موجهة الى جميع البشرية الله يحب كل انسان ليس عند الله محاباة وده كاهن وده علماني ان صحة تعبير كلمة علماني ولكن يبسط يديه ويقول لنا كده ملكوت الله مفتوح لجميع البشرية مفتوح للرضيع ومفتوح للشيخ مفتوح للكاهن ومفتوح للشعب مفتوح للانسان اللي بصحة ومفتوح للانسان المريض هكذا احب الله العالم هكذا احب الله العالم احبائي ابواب مراحم الله مفتوحة لجميع البشرية وحنفاجأ في يوم الرب العظيم بمفاجآت عجيبة نرى كثير من الناس كنا نظنهم انهم لن يمكن ان يتمتعوا بالملكوت يسبقوننا الى الملكوت ودل اعلن رب المجد يسوع امام اليهود وقال لهم ان ابناء هذا العالم احكم من ابناء الملكوت وان كثيرين من المشارق والمغارب يجوا ويتكئون في حدن ابراهيم واسحاق ويعقوب ابواب ربنا مفتوحة ومراحم الله معدل الجميع والله يشتهي ان كل انسان يرجع اليه حتى قاتليه حتى صالبيه يقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون وعلمنا مش بس علمنا بالكلام ولكن بسكنة روح القدوس فينا اعطانا نفس الروح فنصرخ ايضا مع استفانوس الذي كان يصلي من اجل راجميه ليس ان ينتقم الله له منهم بل ان يردهم الى الحق ليتمتعوا بالملكوت ونحن في هذه الاحداث اللي بنعيش فيها في اسكندرية او خارج اسكندرية لنا نفس الروح ونقول لربنا من كل قلبنا وليس عن مراءة ولا مجاملة لانسان ولكن من اعماق 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 قلبنا بنصرخ ونقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون ونحن لن نشتهي مطلقا الانتقام ولو من حتى من انسان واحد نشتهي خلاص الجميع وان يرجع الكل الى الله بالحب وان يتمتع الكل بمحبة الله الفائق يشبه ملكوت السماوات عشر عزارة طبوا ليه عزارة هل مش هيدخل السماء غير الناس المتبتلين الله يقيم من البشرية عزارة مقدسات ويوجد ايضا عزارة غير مقدسات ازاي الله اوجد في النفس البشرية في الداخل حنين داخلي للالتساق بالله اذكر في احداث كثيرة بين بين ناس مؤمنين وبين ملحدين كان الملحدون يقاومون المؤمنين وفي الاخر يرجعه ويقوله كان في صراع جوانا في الداخل لانه الله خلق في الانسان انه لن يشبع الا بالله الغير محدود ولن يستريح الا بالرجوع الى الحب هو تفتكروا الانسان مهما كان عنفه مهما كانت قسوته مهما كانت خطته انه انه في الداخل لا يوجد الناموس الطبيعي اللي بيصرخ بيقوله في حياة ابدية هتروح فين مصيرك ايه فهنا وجود العزارة العشر حكيمات وجاهلات خمس حكيمات وخمسة جاهلات انما يريد ان يؤكد الله ان الله قد خلق كل البشرية ليس للهلاك خلق كل البشرية على نفس المستوى طبيعة بوليس الرسول مش هي مختلفة عن طبيعتي ولا عن طبيعة الانسان المجرم ولا عن طبيعة الانسان اللي في اقصى المسكونة وده اللي كان دايما يؤكده معلمنا بوليس الرسول يقول هل كان ده الكلام اللي كان يؤكده معلمنا القديس يوحنى ذهبي الفم يقول هل كان لبوليس طبيعة تختلف عن طبيعتنا مستحيل بل بالعكس بوليس الرسول حيقف في يوم الدينونة ويبقى ديان للأشرار زي وزي كل القديسين لما يقفوا ديانين يقول كنا من نفس طبيعتكم وربما ظروفنا كانت أوحش من ظروفكم وأوضاعنا مختلفة عن أوضاعكم ومع هذا دخلنا الملكوت ليس لكم عذر أنكم تنكرون الإيمان فوجود خمس عزارة حكيمات وخمس عزارة جاهلات إنما يؤكد أننا جميعا مش بس مدعوين لملكوت الله ولكن لنا ذات الباب المفتوح للجميع وعطانا جميعا الناموس الطبيعي ومستعد أن يعطي الجميع ناموس الحب وناموس المسيح الذي يرتفع بالنفس البشرية لكي تشبع بالملكوت الأبدي أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس عايزة أفع عند مصابيحهن كتير كانت الحكاية دي تعفوا قدامي طيب الحكيمات معهم مصابيح حينواروا بيها طب الجاهلات جابوا المصابيح من فين الله خلق كل البشرية على صورته النفس البشرية على صورة الله فالمصباح هو النفس بس فيه واحد هيقدم المصباح وقد استنار بالمسيح القائل أنا نور العالم فصار صارت المصابيح أيضا نورا للعالم وفي ناس أخذوا النفس الجميلة المقدسة في أصلها وأفسدوها بعدم الإيمان أو أفسدوها بإنكار الإيمان أو أفسدوها بالعسيان ومقاومة النور الحقيقي الله من جانبه قدم النفس البشرية كل النفوس زي بعض الله من جانبه أعطى النموس الطبيعي لكل البشرية الله من جانبه قدم ابنه الوحيد مصلوبا على جبل الجلجثة لكي يشهد العالم كله بالصليم الله من جانبه قد فتح أبواب الإيمان للجميع كل من يطلبه يجده اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم كيرنيليوس رجل وثني وكان بيقدم صدقات ويقدم صلوات وطلبات وأستجيبة يا ترى يترى كم بيعمل ايه كم بيقوله عايز عرفك زي ما كان أغسطينوس في وسط فساده يصرخ طالبا أن يعرف الله فصار كيرنيوس قائد كنيسة الأمم أول من قبل الإيمان من الأمم على يدي على أيدين بترس الرسول رسول مين رسول الختان لكي لا تنقسم الكنيسة يقول ده كنيسة الأمم وده كنيسة الختان العجيب ربنا يخلي رسول الأمم يعمد أو آسف يكرز ويسحب كثير من اليهود للإيمان وكارز أو رسول الختان يبدأ بالكرازة وتعميد مين كيرنيليوس أو الأمم عشان كنيسة ما يبقاش فيها انشقاء ده يهودي وده أمم وده كارز للأمم لا دخل له بالختان وده كارز للختان لا دخل له بالأمم كله بيشتغل مع بعض فيه تناغم وفيه تناسق بالرغم من التنظيم الكنسي الرائع كل نفس بشرية تحمل المصباح وفي يوم الدينونة سيقف الكل أمام رب المجد يسوع ويشهد داخلهم المصباح الداخلي هو اللي هيبقى إما طريق للدخول إلى ملكوت النور لأنهم قبلوا النور في حياتهم وصاروا أبناء النور أبناء النهار وليسوا أبناء الظلمة وآخرون يحملون المصابيح ولكن ليس لهم نور وليس لهم عزر لأن نور العالم قد جاء وكان ينبغي لهم أن يصيرهم أيضا أنوارا للعالم يا ربي نرفع عينينا من كل قلبنا ونقولك أنر قلوبنا بنورك يا ربي نعاين النور ليس في نوع من الأنانية نصرخ من أجل نفوسنا وحدها ولكن نصرخ من أجل نفوس العالم كله ونقوله نفسنا العالم كله يتحلول إلى كواكب منيئرة في السماء مفيش منظر أروع من منظر القديسين في يوم الرب العظيم وهم ينيرون ككواكب بهية تقف جميع القوات السمائية في زهول أمام هذا المجد العجيب الذي أعده رب المجد للمؤمنين يا ربي أنا واقف كده في خجل قدامك في وسط ألامك وأنت تدخل لكي تتألم والمؤامرات تدبر ضدك وما يشغلك دعوة كل العالم لكي يصير أنوار في العالم كواكب مضيئة في السماء لكي يشارك كل أمجادك لكي يتمتع الكل بحبك لكي يصير الكل العروس المقدسة التي يشتهي السمائيون أن يتطلعوا إليها ما قدرش النهاردة أدي عزر النفس وأقول أنا عندي شغلتين وثلاثة ما عندي شوات أو أنا إنسان مسؤول عن بيت أو أنا إنسان ما ليش معرفة كتير إن كان إلهنا في وسط آلامه وفي طريقه إلى الجلجثة ما يشغله هو أبديتك ونورك وبهاءك ومجدك فبالأولى كثيرا إننا أيضا كأولاد للمسيح كأعضاء في جسده نقول له مش عايزين نجي لك لوحدنا عايزين نشوف كل إخوتنا حتى المتهدين لنا حتى المقاومين لنا حتى الذين يرون في قتلنا خدمة لله نحن نشتهي خلاصهم وأبديتهم ونصلي من أجلهم بكل قلوبنا ونحمل الحب الصادق الأمين في داخلنا نحن لا نحب كمجاملات ولكن نحن نحب من أعماق قلبنا لأنه هو أحبنا أولا فيذيق بنا أن نحب أيضا هؤلاء الذين جاء من أجلهم ومات وقام لكي يقيمهم يقول عم الجاهلات فأخذنا مصابحهن ولم يأخذن معهن زيتا لم يكن فيهم نور المسيح رفضوا النعمة الإلهية لم يحملوا روح الحق لم يحملوا روح الحب ولكن يحملون روح الحقد والكراهية ويحملون روح المقومة نحن نبكي من أجلهم ونصرخ لأجل خلاصهم وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن كل يوم يتشكل المسيح فينا كل يوم روح الله القدوس يعمل في داخلنا كل يوم ننطلق من مجد إلى مجد كل يوم نرى أبواب السماء تنتظرنا كل يوم نسمع أغنية السمائيين وهم يشتهون أن يروننا في كمال المجد في يوم الرب العظيم دي المصابيح الممتلئة زيتا التي تنفتح أعين العزارة وتنفتح آزانهن وتنفتح قلوبهن لكي يرون ويسمعون ويتهللون بالسماوي الله القدوس وأيضا يرون خدامه وعبيده من الملائكة ورؤساء الملائكة وجميع الطغمات السمائية ينتظرون بفرح لكي يرحبون بينا في بيتنا الأبدي ففي نصف الليل صار صوت هو هذا العريس قد أقبل كلمة نصف الليل يعني يعني لما توصل الظلم إلى أقصى لحظاتها لما ييجي ضد المسيح ويكاد العالم والفين ربنا إن أمكن حتى المختارين أن يضلوا فما تستغربوش لما الضيقات بتشتد وما تستغربوش لما مقاومة الإنجيل بتزداد وما تستغربوش لما سواع على في الميديا بكل وسائلها أو في كل المواقع نسمع عن تحريف الإنجيل والكلام الكثير دو هذا طبيعي العالم لا يطيق الحق والظلمة لا تطيق النور وأولاد العالم لا يطيقون أولاد الله أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون صار صوته ودى العريس قد أقبل قمنا خربنا لقائه هنائذ قامت أولئك العذارة وزيّن مصابحهن زيّنوا يعني حطوا ورد لا يعني مصابحهم حملت زينة المسيح حملوا في أجساد أجسادهن كما في نفوسهن إن أكاس بهاء مجد المسيح عليهم يا في الواحد كده في يوم الدين معقول أنا اللي كنت من حتة ميكروب صغير أو فيروس صغير أو شوية صداع صغيرين أو كل ما جرحتني ما نومتني طول الليل أو مكلمة تليفون دايقتني أو إنسان اغتصب حاجة من ممتلكات أنا في هذا المجد العجيب على مستوى شبه ملائكي يقول زيّن مصابحهن يا ربي أعطنا من الآن أن تزيّن هذه المصابيح ويزداد بهاءها يوما فيوم إلى يوم رب المجد فقالت الجاهلات للحكيمات اعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات وقلنا لعله لا يكفينا وإياكنا فذهبنا بالحر إلى الباعة وابتعنا ولكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس ودخلت معه المستعدات إلى الغرس وغلق الباب في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يسكب مما لي على غيره مش حيعف في يوم الرب يقوله ده ابني وده تلميزي في الاعتراف وده والدي وده أريبي في يوم الرب العظيم كل إنسان مسؤول عن نفسه كل إنسان مسؤول عن نفسه الحاجة الخطيرة أن لما رجعت العزارة خبطوا على الباب ربنا ربنا افتح لنا أم ما هو فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرف كنا أخطر كلمة تقال الحق أقول لكنا إني لا أعرف كنا معقول يا ربي ما تعرفش اللي انت خلاتهم بقيوا خارج معرفتي لأن الله القدوس لا يعرف الشر والنور لا تعرف الظلمة وملكوت الله لا يعرف الذين قبلوا البنوة لإبليس لا أعرف كنا اتعرف على ربنا النهاردة ويعيش معاه وتصاحب عليه وادخل في علاقة حب معاه لما تيجي تدخل تلاقي واخدك بالحضن تلاقي نفسك في حضن الآب تلاقي السمائيون في دهشة قدام هذا المنظر الرائع ولا تسمع الصوت لا أعرفك ابعدوا عني يا أشرار لأنكم إيه لأني لا أعرفكم أليس بإسمك تبنبأنا أليس بإسمك صنعنا آيات أليس بإسمك كنا نكرز أو نبشر ابعدوا عني يا ملايين لأنكم لأني لا أعرفكم أحبائي علاقتنا بالله ليست علاقة شكلية علاقتنا بالله علاقة الحب الفائق والمعرفة العملية أن نعيش معه نتعرف عليه كل يوم نقول مع يوحنى المعمدان لأني لم أكن إيه لأني لم أكن أعرفه يا يوحنى حبيبي ده أنت عرفته وإنت في رحم أمك وتهللت وركضت مبتهجا وكرست الأمك الإصابات وهي بدورها أيضا سبحت ربنا قال لا المنظر اللي شفته في أثناء العماد غير ما فيش وجه مقارنة بينه وبين المعرفة الأولى ولا المعرفة التانية لما شاهدت عنه لكن لما شفته بأنية وسمعت صوت الآب وشفت سر الثالوس المكشوف قدام أينية وشعرت أن أنا دخلت معاه جوة نهر الأردن وتمتعت بالبنوة لله قلت أنا النهار ده أعرفك يا ربي أعطينا مع كل يوم أن أخذ معرفة جديدة وأن ننسى ما هو وراء حتى المعرفة اللي عرفناها نقول لما كنت عيل صغير كنت في مدرس الأحد لما كنت شاب كنت بخدم في القرى لما مش عارف من كام سنة كنت بد الفؤرة انسى ما هو وراء حتى الأمور كويسة وقوله النهار ده أنا ابنك كأني لأول يوم أتقابل معاك كأني لأول يوم أتعرف عليك كأني لأول يوم أشوفك كأني لأول يوم يلتصق قلبي بيك كأني لأول يوم أقول أجلسني أو أجلسنا معه في السماويات إلهنا الصالح الذي يدعو البشرية كلها لكي تتمتع بملكوت السماوات يفتح قلب كل واحد منا يفتح قلوب البشرية كلها يعد الجميع لكي يتمتع الكل بملكوته لإلهنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد آمين